السلام عليكم إخوتي وأحبائي معكم أحمد خطيب من قناة تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب عدنا إليكم في دروس قواعد اللغة التركية مع كتاب اسطنبول ولكن على طريقة الخاصة يعني أنا أعطيكم كتاب اسطنبول ولكن بطريقة مختلفة قليلا يعني الجدول الموجود في كتاب اسطنبول نلون لكم اللواحق الخاصة به ونأتي بعد الجداول على هذه الحالة يعني اليوم درسنا يكون عن الجملة الفعلية الجملة الفعلية في الجملة س الزمن الحاضر شمدكي زمان يعني نحن نتكلم عن شمدكي زمان الجملة الفعلية في الجملة س قد تكلمنا في الدروس السابقة في دروس القواعد عن الجملة الاسمية اسم جملة س في عدة دروس وكانت قد حققت إن شاء الله الفائدة المرجوة من لم يشاهد دروس الجملة الاسمية وتأسيس الجملة في اللغة التركية فنضع لكم الروابط في الأسفل أيضا قاعدة الرباعي درس قاعدة الرباعي مهم جدا لأننا سنستخدم في درسنا اليوم قاعدة الرباعي في كل الأفعال هنا نلاحظ عندنا رح نبدأ في الجملة الفعلية في الأولوملو كما تعودنا أولوملو بمعنى الإثبات رح نتكلم عن إثبات الفعل فشيندكي زمان هو الزمن الحاضر يعني قابله في اللغة العربية المضارع أو الحاضر في اللغة الإنجليزية يقابل شيندكي زمان الزمن المستمر الحاضر المستمر الذي يستمر بخلاف الزمن البسيط فهو يقابل الزمن الواسع في اللغة التركية نقرأ هنا عندنا قاعدة أولوملو نقرأ هنا الفعل هنا لونا لكم الفعل واللواحق هنا الكلمة مقسمة إلى عدة أقسام يأتي عندنا جذر الفعل في اللغة التركية قال طبعا جذر الفعل في اللغة التركية كما تحدثنا سابقا أنه فعل أمر قال هنا بمعنى تعال وهنا عندنا الرباعي في الشيندكي زمان يعني في الزمن الحاضر يأتي عندنا الرباعي هنا عندنا الرباعي كان إي الرباعي إي ويور يور هي التي تعطي معنى الحالية أو معنى الزمن الحاضر وعندنا هنا لاحقة الشخص هنا بان اخترنا رباعي ما سان اخترنا سي رباعي ني طبعا الرباعي يكون ثابت هنا لأنه دايما يأتي بعد يور يأتي يور ويأتي بعده الرباعي ولذلك نختار دوما الرباعي أو ولكن هذا الرباعي الذي يكون قبل يور هذا نختاره بحسب ماذا؟ بحسب الفعل فهنا إي نختار إي طبعا ما لم يشاهد قاعدة الرباعي كما ذكرت في بداية الدرس يشاهد قاعدة الرباعي قبل أن يحضر هذا الدرس حتى يعرف ماذا تعني كلمة الرباعي هنا فيأتي جذر الفعل ويأتي حرف الرباعي ويأتي يور ويأتي رباعي مي لاحقة بان يعني اللاحقة الشخصية فنقول هنا بانجليوروم ربما بعض الأشخاص لم يفهم اللاحقة الشخصية أيضا نقول له اذهب إلى درس الجملة الاسمية تحدثنا عن اللاحقة الشخصية هنا لماذا اخترنا مع بان رباعي مي لماذا مع سان اخترنا سي رباعي ني مراجعة درس الجملة الاسمية لمن لم يفهم هذا الشيء فهنا عندنا جذر الفعل قال وهنا عندنا الرباعي يور وام لحقت بان بان جليوروم بمعنى أنا قادم أنا آتي أنا آتي الآن قال تعال جليور هو يأتي جليور هو يأتي لأنه لم يأخذ لاحقة هنا جليور جليوروم أنا آتي وسان جليور سن سن جليور سن أنت تأتي او او جليور نلاحظونا جليور سن لاحقت سن او لا لاحق لها ولذلك قلنا او جليور هو يأتي بيز جليوروز بيز جليوروز بمعنى نحن هنا أتي جليوروز سيز جليور سنوز أنتم تأتون سيز جليور سنوز وهم يأتون ان لار جليور لار لاحظنا بسيطة جدا جذر الفعل رباعي يور ولاحقة الشخص التي تعلمناها في الدروس السابقة هنا عندنا جليوروم جليورسن نقرأ مع بعض يا شباب جليوروم جليورسن جليور جليوروز جليورسون جليور لار طبعا الأفضل نربط مع الله عقفة نقول طبعا كما ذكرت لكم في دروس سابقة أنني قد استفدت فائدة عظيمة جدا من هذه الجداول يعني ماذا كنت أفعل؟ انتهى هذا الفعل عندي طبقت عليه وتعلمته آآ نطقه آتي إلى أفعال أخرى وأطبق بمثل هذا التطبيق أطبق ما أستطيع من الأفعال طبعا منلاحظ أنه اليوم مع بعض نحن راح نطبق أفعال على هذه القاعدة قاعدة الجملة الفعلية الزمن الحاضر ولكن هذه لا تعد كافي أبدا يعني ما استطعت من الأفعال كل الأفعال التي يتحدثها الأتراك ائتي بها وأطبقها على هذه القاعدة كنت أأتي بالفعل وأطبق على مثلا هنا أنا اخترت لكم فعل على كل حالة ولكن الأفضل أن تأتي أنت بالفعل وتطبق على كل الضمائر وتأتي بالفعل وتعيد على كل الضمائر هنا عندنا أولوملو الإثبات أيضا نحن اليوم نركز على قسم الأولوملو في الدروس القادمة نتابع في الجدول فهنا في الأل ماذا يعني أل؟ خذ نأتي بعد أل لماذا أتينا هنا؟ بالرباع والرباع اختلناه أ طبعا من يعلم قاعدة الرباعية يعلم أننا اختلنا أ ليناسب أ أل يوروم يور وأم يوروم طبعا هنا الرباعي أيضا ولكن أيها الأصدقاء أنا أفضل أن نحفظ هذا حفظا فنقول يوروم يورسون يور يورز يورسون يورل فنعود أنفسنا لأن الرباعي لا يتغير هنا فأقول ال يوروم بمعنى أنا أخذ لأن الفعال أل بمعنى خذ هنا بالإعلم فأنا أقول هنا سن بليورسون وهنا اختلنا الرباعي لمناسب إ بليورسون أو الآن أنا نوعت لكم الأفعال حتى يكون الرباعي مختلف فمثلا هنا الرباعي يناسب أو فهو أو فنختار هنا أو بليور بليور بمعنى يجد طبعا نلاحظ أن الرباعي عندما يقرأ في الحياة اليومية في المحادثات لا يقال بشكل مئة بالمئة وينطق الحرف كاملا هكذا بليور وينما يقال بليور بليور كأنه موجود أو موجود ثلاثين بالمئة فقط من صفة الحرف بليور بليور ولكن في المحادثة يقولون بمعنى نسبح بمعنى نام هنا أ نختار طبعا أيها الأصدقاء المهم جدا أن نتذكر كتابة الرباعي يعني أغلب الأشخاص عندما يكتب فعل اليور يكتب بدون أن يكتب هذا الرباعي عندما يكتب بليور ينقص هذا الرباعي نهتم جدا بعد جذر الفعل أن نأتي بالرباعي قبل يور هذا خطأ يقع فيه الكثير من الأشخاص خصوصا الذين لم يدرسوا التومر يعني لم يدرسوا قواعد اللغة التركية بشكل قريب يقع في هذه المشكلة فعندما يكتب ما يقول وما يقرأ في اللغة التركية فيقول هنا بليور يكتب بليور ولا يكتب بليور بليور هكذا نتابع عندها each بمعنى يشرب onlar each your lar onlar each your lar بمعنى هم يشربون onlar each your lar نطبق تطبيق سريع هذه الأفعال على كل الضمائر كل فعل على كل الضمائر ففعل الأخذ all أنا أريد أن أقول أيها الأصدقاء نقرأ مع بعض حتى نعود أنفسنا على النطق فأنا أقول بن أليورم سن أليورسن طبعا ثابت هذا القسم ويتغير اللحق بن أليورم سن أليور سن أليور بيز أليوروز نقرأ مع بعض أكيد سيز أليور سن أليور لار فعل الأخذ بيل بمعنى أعلم أريد أن أقول أنا أعلم أنت تعلم هنا نقول بن بيليورم بن بيليورم طبعا أيها الأصدقاء بعض الأشخاص يخطئ في الاعتماد على حرف الصوتي في القراءة فيقول بيليور فيأتي لي أن تقلؤه فيكون صعب عليه فيقول بيليور أم بيليور أم خطأ لأن الحرف الصوتي لا يبتدأ به في اللغة التركية ولهذا نعتمد على الحرف الساكن فنقف هنا فنقول بيليور ونقرأ الر مع أم بيليور رم بيليور بالحرف الساكن بي بدأنا بيليور وهنا لا عندما أقول يورسون نعم أنهي الكلمة فأقول بيليور لأن هناك حرف ساكن آخر استطيع أن أبدأ به فأقول بيليور سن طبعا هذه من أصول القراءة في اللغة التركية يجب أن نعمل درس خاص للقراءة حتى ننتبه على كيفية الانطلاق من الحرف الساكن لا يبدأ بالصوتي ولهذا عندما أقول بيليور لا أقول بيليور أم وإنما أعتمل على الر لأنطق حرف أو فأقول بيليور رم أنا أعلم سن بيليور سن أو بيليور بيز نحن بيليور رز سيز بيليور سنز أيها الأصدقاء نكرر مع بعض لأنه ربما تقول هذا ممل ولكن هذا هو ما يطور المحادثة أن تتكلم الكلمة بجميع حالاتها وأن تكون مستعدة أن تنطقها أمام الأتراك فنقول Onlar بيليور لار Onlar بيليور لار هم يعلمون وأن تتكلم على الفعل أو جد أو جد يمعنى جدلي شيئا بل فنقول بيليور بيليور سيز سيز يوز يوز سنز Onlar يوز يور لار الفعليات طبعا اختنا ربعي يطور ونطبق أنا أنام بن يطور يأتي بمعنى الاستلقاء أيضا بن يطور أصدقائي أنا عندما تعلمت اللغة التركية هكذا كنت أتعلم وأعيد كل فعل عدة مرات ومع كل الضمائر مع كل الحالات حتى مع النفي مع الاستفهام أكرر هذا الفعل فهنا عندنا وصلنا إلى ايج بن يتي يورم أنا أشرب سن يتي يورسون أو ايج يور بيز ايج يورس عم نضيف هنا يورس سيز ايج يور سنز Onlar ايج يور لار هم يشربون أيها الأصدقاء هذا الدرس تعرفنا فيه على الجملة الفعلية الزمن الحاضر أخذنا الأفعال ولكن نلاحظ أننا الآن طبقنا جميع الأفعال لا تنتهي بحرف صوتي يعني نحن الآن درسنا اليوم كان عن الأفعال التي لا تنتهي بحرف صوتي مباشرة نضع الرباعي المناسب ونضع يور واللاحقة الشخصية طبعا أهم شيء أننا نكتب الكلمة كلها كلمة واحدة فهذه كلها كلمة واحدة بعض الأشخاص يفصل الرباعي عن اللاحقة أو اللاحقة الشخصية عن يور هذا خطأ كلها كلمة واحدة نلاحظ لا يوجد أي فراغ بين اللواحد والدرس القادم أيها الأصدقاء رح نمل على الأفعال هذه الأفعال التي تنتهي بحرف صوتي رح نشوف شو الفارق عن الأفعال التي لم تنتهي بحرف صوتي يعني ليست صعبة وإنما فقط تحتاج إلى انتباه بسيط وأيضا سننظر إلى الأفعال الحالات الشاذة في الشمدكي زمان يعني أفعال بعض الحالات الشاذة عندنا خمس أفعال خارجات عن القاعدة سوف نتطرق إليهم في الدرس القادم إن شاء الله إخوتي وأحبائي هذا هو درسنا لليوم نتمنى أن يكون مفيد لكم وأن تكونوا قد حققتم شيئا إيجابيا على صعيد اللغة التركية يعني أنا أعطيتكم اليوم الانطلاقة يعني هذه العشر دقائق التي درستها في الجملة الفعلية ليست كافية وإنما الانطلاقة لكم حتى تطبقوا جميع الأفعال التي لا تنتهي بحرف صوتي على الشمدكي زمان يعني على الزمن الحاضر نأتي بالأفعال ونأتي بالأفعال ما نستطيع من الأفعال تطبيق شفهي بصوت عالي لا تخجل أبدا في البيت أمام المرآة تحدث بصوت عالي حتى تتعلم نطق الكلام التركي هذا هو درسنا اليوم أحبتي إلى اللقاء مع درس آخر من دروس تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب سلسلة قواعد اللغة التركية من هاج الصنبول المستوى الأول ترجمة نانسي قنقر